رواية كانديد أو التفاؤل للكاتب الفرنسي فولتير الفصل الثاني ماذا حل بكانديد بين البلغار بعد أن طرد كانديد من الجنة على الأرض مشى طويلا من دون أن يعرف إلى أين يذهب باكيا ورفعا عينيه إلى السماء وملتفتا غالبا إلى أجمل القصور الذي تعيش فيه أجمل بارونا ونام في وسط الحقول بين خطي محرات من دون أن يتناول طعام العشاء وكان الثلج يتساقط بغزارة وجر كانديد الذي كان يتجمد من البرد قدميه في اليوم التالي إلى المدينة المجاورة المسمات فالدبيرغوف ترارباك ديكدورف من دون أي مال وهو يموت من الجوع والثعب توقف بحزن أمام باب حانا فلاحظه رجلان بلباس أزرق قال أحدهما للآخر انظر يا زميلي هذا رجل شاب بهي الطلع ويملك الطول المطلوب فاقترب من كانديد ودعواه إلى العشاء بأذب وقال لهما كانديد بتواضع ساحر أيها السيدان إنه لشرف كبير لي لكني لا أملك فلسا لأدفع ثمن طعامي فقال له أحد الجنديين في اللباس الأزرق آه سيدي إن طويل القامة والمحترمين أمثالك لا يدفعون أبدا أي فلس أليس طولك مثر وثمانين مترا فأجابهما بلى يا سيدي هذا هو طولي قال ذلك وانحنى ليعبر عن احترامه لهما فقال له آه تفضل سيدي انضم إلينا لن نتحمل النفقة عنك فحسب بل إننا سنساعدك فقد خلق الرجال يساعد بعضهم بعضا قال له كانديد أنت محق فهذا ما طالما ردده للأستاذ بانغلوس وأنا أرى جيدا أن كل شيء يسير نحو الأفضل رجواه أن يقبل بعض المال فأخذه وأراد أن يوقع إقرارا بالدين لكنهما لم يقبل فجلسوا جميعا إلى الطاولة وسألاه ألا تكن حبا جما لي فأجاب آه بلى أكن حبا جما للآنسة كونيغونب فقال أحد الرجلين كلا نحن نسألك إن كنت تكن حبا جما للملك البلغار فأجاب كانديد على الإطلاق لأني لم أره يوما فقال كيف إنه الملك الألطف ويجب أن نشرب نخبه حسنا بكل سرور أيها السيدان وشرب فقال له حسنا هذا يكفي أنت الدعم والسند والنصير وبطل البلغار لقد أمنت حياتك ووصلت إلى المجد ووضع الحديد في رجليه على الفور وأخداه إلى الجيش فطلبوا إليه هناك أن يستدير إلى اليمين وإلى اليسار وأن يرفع سلاحه ويخفذه وأن يصوب ويطلق النار ويوسع الخطأ وبعدها دربوه بالعصى ثلاثين مرة وفي اليوم التالي أنجز التمرين بشكل أفضل بقليل ولم يتلقى إلا عشرين ضربة فيما لم يتلقى في اليوم التالي إلا عشر ضربات فاعتبره أصدقاؤه رجلا خارقا ولم يدرك بعد كانديد المصاب بالدهشة كيف أصبح الجميع يعتبره بطلا فارتأى في أحد الأيام الربيع أن يذهب ليتنزه فسلك طريقه معتقدا أن ما يميز البشر كما الحيوانات هو أنهم يستخدمون أرجلهم كما يريدون ولكنه لم يلبت أن مشى حوالي أربعة كيلومترات حتى أدركه أربعة أبطال آخرين يبلغ طولهم ستة أقدام وأوثقوه وسقوه إلى السجن وسألوه رسميا ما إذا كان يفضل أن يجلده كل أعضاء الفيلق ستة وثلاثين جلدا أو أن يطلق عليه إثنتي عشرة رصاصة في رأسه يجب أن نقول أنه يملك الخيار وأنه لم يرد أي من الخيارين لكن كان عليه أن يختار فقرر بفضل الهبة التي منحها الله والمسمات حرية أن يضرب ستة وثلاثين مرة بمذك البندقية فصار مرتين وكان الفيلق يتألف من ألف رجل مما شكل أربعة آلاف ضربة بندقية كشفت عن عضلاته وأعصابه من الرقبة إلى المؤخرة وحين أرادوا أن يباشروا بالجولة الثالثة كان قنضيد قد أصبح عاجزا عن تحمل المزيد فرجاهم أن يتلطفوا ويكسروا رأسه فحصل على مراده فعصبوا عينيه ووضعوه أرضا على ركبتيه مر ملك البلغار في هذا الوقت وسأل عن الجريمة التي ارتكبها الخادع للتعذيب وبما أن هذا الملك كان عبقريا فقد فهم من كل ما أخبره إياه كنضيد أن هذا الشاب عالم ما ورائيات يجهر بأمر هذا العالم فعفى عنه عفوا ستتحدث عنه كل الصحف في كل العصور وشفى طبيب جراح ناجح كان ديد في ثلاثة أسابيع مستخدما الملينات التي ذكرها الطبيب بيسكوريد وكان كان ديد قد استعاد قواه قليلا كما استعاد قدرته على المشي حين شن ملك البلغار حربا على ملك المغول ترجمة نانسي قنقر